أطلق اليوم رئيس جامعة اليمينة البروفيسور محمد بركة فعليات معسكر السناء لطلاب المسيحين وخلال كلمته التي ألقاها أمام الطلاب دعاهم إلى الاهتمام بما جاء في هذا المعسكر المزيد مع التفاصيل مع هارون أبا أدم عالم في أزمات عالم الفرص هو شعار معسكر السناء للطلاب الدورة الثالثة عشر حيث يعتكف في هذا المعسكر مئات الشباب والطلاب قدموا من مختلف أقاليم البلاد وأنه يعتبر النشاط الرئيسي للعطلة الأكاديمية وبهذه المناسبة قال المنصق الوطني للطلاب إن شات في حاجة إلى شباب متماسك وطموح ومؤهل لذا فإن هذا المعسكر يعد فرصة للمشاركين للتلقي التدريبات لصناعة مستقبلهم عن طريق الاعتماد على القدرات الذاتية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية وأن تحقيق الازدهار مهمة صعبة ولكن بفضل خلق الفرص الخاصة بإمكان هؤلاء الشباب تحقيق التنمية والازدهار وأخيرا دعا الشباب إلى التقيد بتعاليم المسيح والتضرع إلى الرب ليمكنهم من تحقيق أهدافهم وقد تابع الحضور شروحات لبعض من أجزاء ونصوص الإنجيل التي تحقي قصة بين إسرائيل عندما ضاقت بهم الحياة ودعاهم ربهم بالخروج من مصر افتتح فعاليات المعسكر رسمية رئيس جامعة جميل البروفيسور محمد بركة الذي أبدأ تفاؤله في أن يحقق هذا المعسكر مكاسب فكرية وثقافية بالمنظور الديني من أجل تحسين حياة الشباب المشاركين وللإشارة فإن أعمال المعسكر تستمر سبعة أيام على التوالي اشتركوا في القناة